هكذا هي حال آلاف المسافرين في مطار بيونيس آيرس عقب قرار السلطات إلغاء كل الرحلات الجوية من العاصمة الأرجنتينية وإليها بسبب سحب الرماد البركاني التي أضحت تغطي سماء المدينة جراء ثورة بركان بيوهوي جنوب تشيلي السحب البركانية لم تتوقف فقط عند الأرجنتين بل وصلت أيضا إلى جنوب البرازيل كما أفاد المعهد البرازيلي لبحوث الفضاء الذي أشار إلى أن السحب ستواصل التحرك في اتجاه المحيط الأطلسي يأتي هذا في وقت يكافح فيه سكان منطقة باريلوتش الأرجنتينية والوقع على بعد 100 كم من البركان لإزالة الرماد الذي أصبح يغطي المدينة بأكملها